المطلوب من الآن أن نحل هذه النسبة وهي 8 على 36 تساوي عشر على إن أو أن نسبة 8 على 36 تساوي نسبة عشر على ماذا؟ ويوجد مجموعة من الطرق المختلفة لحلها وسوف أوضحهم جميعهم إذن الطريقة الأولى التي تفكر بها هي أن هذان الكسران يجب أن يكونان متكافئان إذن مهما حصل للباستر يجب أيضا أن يحصل للمقام إذن بماذا يجب أن تضرب الثمانية حتى تحصل على عشرة؟ يمكنك أن تضرب الثمانية بعشرة على ثمانية وهذا سيعطيك عشرة إذن نضرب بعشرة على ثمانية هنا أو بطريقة أخرى تقول أن عشرة على ثمانية يعادل خمسة على أربعة نضرب بخمسة على أربعة حتى ننتقل من ثمانية إلى عشرة إذا فعلنا ذلك للباستر لكي نحصل على كسر مكافئ فعلينا نفعل نفس الشيء للمقام عليك أن تضرب بخمسة على أربعة وبذلك يمكن أن نقول أن إن تساوي ستون وثلاثون ضرب خمسة على أربعة أو يمكنك أن تقول أن هذا يساوي ستون وثلاثون ضرب خمسة تقسيم أربعة والآن ستون وثلاثون تقسيم أربعة نحن نعلم أنه يمكننا أن نقسم كل من الباست والمقام على أربعة نقسم الباست على أربعة ونحصل على التسعة نقسم المقام على أربعة ونحصل على واحد إذن يساوي خمسة وأربعون وهذه أول طريقة لتفكير به ثمانية على ستون وثلاثون تساوي عشرة على خمسة وأربعون وطريقة أخرى لنفكر به أي لنفكر بالحل ماذا علينا أن نضرب بثمانية حتى نحصل على هذا المقام بكما يقبر المقام ستون وثلاثون عن ثمانية دعونا نقسم ستون وثلاثون على ثمانية إذن ستون وثلاثون على ثمانية إذن يمكننا أن نبسط نقسم الباست والمقام على أربعة ذلك هو قاسمه المشترك الأكبر إن هذا يعادل تسعة على اثنان إذا قسمت الباست على تسعة على اثنان ستحصل على المقام ثم سيكون علينا أن نعمل نفس الشيء هنا إذا كان ثمانية ضربة تسعة على اثنان يساوي ستون وثلاثون دعوني أكتب هذا هنا ثمانية ضربة تسعة على اثنان يساوي ستون وثلاثون هكذا ننتقل من الباست إلى المقام ثم حتى نجد ما هو المقام هنا إذا أردنا أن نحصل على نفس الكسر سيكون علينا أن نضرب بـ تسعة على اثنان مرة أخرى وبالتالي نحصل على عشرة ضرب تسعة على اثنان يساوي إن ما يساوي هذا المقام إذن هذا يعادل أن نقول عشرة ضرب تسعة على اثنان نقسم الباست والمقام على اثنان ونحصل على خمسة وهنا واحد وهذا يساوي خمسة وأربعون إذن إن تساوي خمسة وأربعون حصلنا على نفس الإجابة مرة أخرى بطريقة منطقية جدا في بعض الأوقات عندما ترى نسبة كهذه فإنك ستقول يمكنك أن تضرب ضربا تبادليا ويمكنك أن تضرب ضرب التبادل وسوف أعلمكم كيفية القيام بذلك وهي الطريقة الأسرع في معظم الأوقات لكنني لا أفضل تعليمها في المرة الأولى التي ترى فيها النسب لأنه عبارة عن شيء ميكانيكي إنك في الواقع لا تفهم ماذا تفعل وقد أتت من الجبر وسوف وضح لكم الجبر كذلك لكن إذا لم تفهموه إذا لم يقوم منطقيا في هذه المرحلة فلا تقلقوا كثيرا إذن لدينا ثمانية على ستة وثلاثون تساوي عشرة على إن عندما تضرب ضربا تبادليا تقول أن البسط هنا ضرب المقام هنا يساوي أي ثمانية إن تساوي المقام هنا دعوني أفعل هذا بلون مختلف المقام هنا ضرب البسط هنا هذا ما يعنيه ضرب التبادلي إذن هذا يساوي ستة وثلاثون ضرب عشرة أو يمكنك أن تقول دعوني أفعل هذا بلون محايد الآن يمكنك أن تقول ثمانية إن تساوي ثلاثمائة وستون وبهذا تقول أن ثمانية ضرب ماذا يساوي ثلاثمائة وستون أو حتى تجد ما هو مضروب به تقسم ثلاثمائة وستون على ثمانية إذن يمكننا نقسم هذا وهذا بعضا من الجبر إننا نقسم المعدلة على ثمانية ونحصل على إن تساوي ثلاثمائة وستون على ثمانية وكما تعلم يمكنك أن تقول ثمانية ضرب ماذا يساوي ثلاثمائة وستون إذا كتبت ثمانية ضرب علامة سؤال يساوي ثلاثمائة وستون حسنا علامة سؤال هذه بلا شك تساوي ثلاثمائة وستون على ثمانية إذا ضربتهم فإن هذا وهذا سيتم حفهم ونحصل على ثلاثمائة وستون بلا شك ولهذا السبب هو ثلاثمائة وستون على ثمانية لكن لاحقنا سنقسم هذا لكي نحصل على الإجابة الصحيحة أو إجابة مبسطة ثلاثمائة وستون تقسيم ثمانية ستون وثلاثون تقسيم ثمانية يساوي أربعة أربعة ضرب ثمانية يساوي اثنان وثلاثون لدينا الباقي أربعة ننزل صفر أربعون تقسيم ثمانية يساوي خمسة ضرب ثمانية يساوي أربعون ولا يوجد باقي وانتهينا حصلنا مرة أخرى على إن تساوي خمسة وربعون الآن الطريقة الأخيرة التي سوف أوضحها لكم تتطلب القليل من الجبر إذا لم تنجح أي من هذه الطرق السابقة فلا بأس وإنما يقع هذا في التسجيل فلا تتوقع أن تعرف الجبر لكنني أريد أن أوضح لكم الجبر لأنني أريد أن أوضح لكم أن ضرب التبادل ليس زحرا حيث أنه بسخدام الجبر ستحصل على نفس هذا شيء بالضبط لكن يمكنك أن توقف متابعته إذا وجدتم أي جزء مربك لذا دعونا نعيد كتابة النسبة ثمانية على ست وثلاثون يساوي عشر على إن والمطلوب هو أن نجد قيمة إن إن أبسط طريقة لنجد قيمة إن هي ربما أن نضرب كلا هذا الشيء الذي على اليسار هذا الموجود على اليمين إذن يمكننا أن نضربهما بنفس الشيء ونبك الإشارة المساوى إذن يمكننا أن نضربهما بن يتم حذف الإن من الجانب الأيمن وفي الجانب الأيسر لدينا إن ضرب ثمانية على ست وثلاثون تساوي عشر الآن إذا أردنا أن نجد قيمة إن فيمكننا أن نضرب إذا أردنا أن تكون الإن هنا فسوف نضرب هذا الجانب بست وثلاثون سأفعل هذا بلونين مختلف سوف نضرب هذا الجانب بست وثلاثون على ثمانية لأنه إذا ضربناهما سنحصل على واحد ولدينا إن فقط فنفعل هذا للجانب الأيمن أيضا إذن نضرب ست وثلاثون على ثمانية يتم حذف هؤلاء ويتبقى لدينا إن تساوي عشر ضرب ست وثلاثون ويساوي ثلاثمائة وستون على ثمانية ولاحظوا أننا نحصل على نفس القيمة التي حصلنا عليها عند قيامنا بالضرب التبادلي وباستضام الضرب التبادلي نقوم بخطوتين إننا نقوم بخطوة زائدة هنا إننا نضرب كلا الطرفين بإن لكي نحصل على ثمانية إن ومن ثم نضرب كلا الطرفين بست وثلاثون حتى نحصل على ست وثلاثون في كلا الطرفين ونحصل على هذه القيمة هنا لكن في النهاية عندما نبسطها سنحصل على نفس الإجابة تماما تلك هي جميع الطرق المختلفة لحل هذه النسبة لربما أن أكثر طريقة وضوحا أو أبسط طريقة لحلها ذهنيا هي إما عن طريق النظر إلى ماذا لدينا لنضرب البسط به ومن ثم نفعل نفس الشيء للمقام أو ربما عن طريق الضرب التبادل